اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جسد الاقلام نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في اهم العنوان نقرأ في العربية الجديدة العراق قتلى وجرحى من المتظاهرين وتصاعد الغليان الشعبي في الزمان اغتيال ناشطة انسانية في البصرة وقطع الطرقات يوقف انتاج حقل ناصرية في المدى مسلحون يهاجمون ساحة الطيران بالرصاص الحي والبصرة تتوعد السلطات في البصائر محتجون غاضبون يجددون قطع الطرق المؤدية لميناءيني في جنوبي العراق في العربة لندنية بدفع من ايران كتائب حزب الله تهدد بطرد برهم صالح في الشرق الاوساط ترامب هجوم ايران على قواتنا بالعراق اصاب الجنود بالصداع وفي الخليج الاماراتية مجلس الشيوخ يقر قواعد محاكمة ترامب ويرفض طلبات الديمقراطيين الآن من العنوين التي اخترناها لكم اعزائنا المشاهدين الى ما اخترنا لكم المقالات والبداية بهذا المقال وجاء في مطلعه بعد مقتل قاسم سليماني ربما اضاعت ايران الخيوط مع الجماعات الدينية التي تنوب عنها في العراق وسوريا واليمن وباكستان وافغانستان اما لبنان فوضعه مستقر بوجود وكيلها زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله رشيد الخيوون يقول في صحيفة العرب اللندنية ان ايران اختارت مقتدى الصدر لتعويض قاسم سليماني والحفاظ على نفوذها في العراق يبدو ان ايران من خلال الاتكال على شخصيات عربية مخلصة لادارة الملف العراقي الذي يعتبر بالنسبة لنظام البولي الفقير فضية حياة او موت اراد التعويض قاسم سليماني اختارت ايران مقتدى الصدر حليفا وذراعا بعد ان اصبح الاتباع التقليديون اقل نفعا لها ومن اولى المهام التي اوكلت لمقتدى الصدر وتياره مهمة مزدوجة وهي من جهة اولا اطفاء التظاهرات العراقية الموجهة بالاساس ضدها وضد اذرعها ومن جهة اخرى مشاكسة الامريكيين والدعوة الى التظاهر المباشر ضد وجودهم داخل العراق وهذه المهمة المزدوجة ينفذها التيار الصدري عبر المليونية المزمع انطلاقها في يوم الجمعة من ساحات التظاهر غير ان ذلك لا يعني ان ايران قد باعت اذرعها الاخرى بل بالتأكيد ستحتفظ بها مع اعطاء الاهمية لمقتدى الصدر وتياره قد يقول قائل وهاد العامري وقيس الخزعلي او الجزائري وسواهم من المحسوبين على ايران اكثر من كونهم عراقيين والاجابة ان هؤلاء غير مؤهلين الا لقيادة مجامعهم وليس لمهمة ادارة الملف العراقي لايران هذا ومن دون اغفال دور السفير الايراني في العراق نفسه الذي تختاره ادارة الولي الفقي بعناية رشيد الخيوني رأى انه بعد مقتل سليماني لا يمكن لايران الاعتماد على نائبه اسماعيل قعاني الذي حل محله في قيادة فيلق القدس انما عملت ايران على تغيير المواقع والشخوص والاكيد ان الاجدرى بمهمة الحفاظ على وجودها في العراق ان توكلها لمقتدى الصدر وحسن ناصر الله الى مقال ثان وفيه تطورات ثلاثة شهدتها ثورة تشرين وهي لا تزال فتية على مستوى الزمن او على صعيد المنهجية والفكر بدءا من انطلاقتها السلمية في ساعتها الاولى ومرورا بتجاوز التحديات الامنية والسياسية التي فرضت عليها وليس انتهاءا بمرحلة التصعيد التي اعقبت مهلة الوطن جهد بشير يرى في صحيفة البصائر ان مرحلة التصعيد تعد نقلة نوعية في ميدان الثورة لم تذر للحكومة حجة ولا عذرا تبرر فيهما سلوكها بالاحجام عن النظر في مطالب المتظاهرين واستخدام القوة المميتة في سبيل كبح الاحتجاجات رفع سقف المطالب والتصعيد الميداني وهما ركنان اساسيان في الادبيات الثورية لابد ان يكنا حاضرين في اذهان شباب ثورة تشرين خاصة وابناء الشعب العراقي عامة لان الثورات التي تبقى رتيبة في الخطاب والحراك لن تحقق شيئا من اهدافها ومن هنا ظهرت امارات النطج والثقافة عالية المستوى لدى الشباب العراقي الذي يتحرك في ميادين الاعتصام مرحلة التصعيد الناضج تميزت بابعاد كثيرة منها الاكاديمي الذي يمثله الحراك الطلابي بشقي الجامعي والمدرسي والذي على الرغم من انه من نواة الثورة منذ اولى ايامها الا ان لتطوره ولغة خطابه تميز قل نظيره ولا سيما في تحول الاحتجاجات من مسيرات ووقفات الى اضراب واعتصام كالذي نظمه طلبة جامعات بغداد امام مبنى وزارة التعليم في قلب العاصمة اما البعد العشائري الذي منح مرحلة التصعيد قوة اخرى فقد ظهر جليا في مواقف مشرفة وغير مستغربة من عشائر العراق فاجأت رؤية عشائر الناصرية بعقلانية وحزم في تناول قضية مهلة الوطن لتكون بمثابة ثوب ثوري قشيب اعطى شباب الميدان دفعة قوية سيكون لها ما بعدها لا سيما وان الميدان ما يزال يتسع لفعاليات كثيرة العدد وعالية الطموح ويرى جهاد بشير ان التعويل على هذا النطج بات مقصدا لدى عامة الشعب العراقي للابقاء على ثورته حية وفاعلة لذلك فان المسئولية على المتظاهرين تتزايد وامس الامر يتطلب ضخ مواقف جديدة وتأكيدات ثابتة على ارتفاع سقف المطالب لان محاولة الرضوخ الى حدود ادنى مما اعلن عنه او اعلن عنه المتظاهرون باسقاط نظام والاطاحة باحزاب السلطة ستكون اشبه بالسير على جرف هار من شأنه ان يجعل دماء الشهداء في مهب الريح الان الى المقالة الثالث بين ايدينا وفي مطلعه يقول كاتبه الحكومة التي تقتل ابناء شعبها ليست بحكومة السلطة هكذا يصرخ ناشط في رسالة فيديو بعث بها من بغداد بعدما اقتحمت قوات مكافحة الشغب ساحة التحرير فجر الاثنين الماضي وهي تطلق رصاص الحية والغاز المسيل للدموع في كل اتجاه وناحية عبدالاطيف السعدون يقول في العربي الجديد ان عاما اخر بلون الدم يطل على العراقيين وهم في سعيهم من اجل نيل حريتهم واستقلالهم والاستعادة وطنهم الذي فقدوه قبل اكثر من ستة عشر عاما الحكم الذي اطلقه هذا الناشط على حكومة بلاده لا يجاف الحقيقة خصوصا بعدما امعنت في سلوكها الشرطير في قمع حركات الاحتجاج التي عمت ارجاء البلاد وفي رفضها الاستجابة لمطالب المتظاهرين في رحل طبقة الحاكمة وقيام حكومة انتقالية وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة والعمل على مكافحة الفساد التوافق مع صرخة هذا الناشط ارتفعت اصوات ادانة وشجب لما تفعله الطبقة المستأثرة بالسلطة جديد ذلك صوت جنين بلاس خارت ممثلة الامم المتحدة في العراق التي اعلنت رفضها حالات القمع العنيف للمتظاهرين السلميين يفسح عن الاشارات اللماحة في رسالة بلاس خارت بشكل اكثر وضوحا تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي الذي حمل عبارات فاضحة للحال الذي يعيشه العراقيون في ظل سلطة القتل والقمع واللصوصية التي اقامتها واشنطن واستثمرتها طهران وما وثقته هيومن رايتس يرقى الى ان يضع كل رجال طبقة الحاكمة في العراق في اقفاص الاتهام امام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية مع انه يمثل غيضا من فيض وعينات من حصيلة اكبر وغير هذا كثير مما لم يسجله التقرير وربما لم تصل اليه عيون هيومن رايتس ووتش لسبب او لاخر تتابع عبداللطيف السادون مقاله متسائلا من يتحمل مسؤولية كل تلك الجرائم والانتهاكات والخطايا التي ارتكبت على مدى تلك السنين والتي لا سبيل الى غفرانها من دون ان يصل العقاب الى مرتكبيها امام محاكم عادلة عندما تقوم سلطة الشعب التي بشر بها الناشط العراقي في رسالته من ساحة التحرير الى رابع المقالات المتوفرة بين ايدينا ومشاهدين والان نذهب الى هذا المقال وفي مطلعه لقمتها لأي حديث عن اللجنة او عن الجنة الموعودة التي ستمنحنا اياها الصين بينما الدم لا يزال يسيل في شوارع المدن العراقية لا معنى للحديث عن دافوس بينما الجنازات تدور في الشوارع حاملة جثمين شباب توهموا ان هذه الدولة ستفتح لهم اذرعها فاذا بها تفتح عليهم مبواب الموت وتمنحهم قنابل غاز منتهية الصلاحية ورصصات في الرأس او حفلة تعذيب في وكر او دائرة امنية هذا ما جاء في مقال علي حسين الذي نشرته صحيفة المدى تحت عنوان توابيت الحكومة روايات القتل والخطف تثبت اننا نعيش اشد انواع الانحطاط السياسي في التعامل مع المواطن وتؤكد الوقائع ان الامر ليس اجتهادات شخصية من قوات امنية او جماعات مسلحة بل هو تعبير عن سياسات عادل عبد المهدي الذي يشهر هذه الايام كاتم الصوت بوجه كل رافضي السرقة والظلم والاستبداد والانتهازية السياسية لقد كان اول هتاف جرى على لسان المتظاهرين هو الريد وطن وبالتالي فقد هتف العراقيون من اجل عراق امن مستقر مزدهر يحقق الجميع فيه احلامهم ولم يكن يدور بخلدهم ان حكومة عادل عبد المهدي ستواجه هذا الشعار بالرصاص والخطف والتعذيب وقتل النساء بدم بارد وكان اخر الجرائم التي اندى لها الجبين مقتل السيدة البصراوية جنان ماذي جريمتها الوحيدة انها تتعاطف مع شباب الاحتجاجات وتوفر لهم بعضا من الطعام وقد يقول البعض ان هذه السيدة ربما قتلتها جماعات مسلحة وانها دفعت حياتها ثمنا للخلافات السياسية وهذا ربما صحيح غير ان الثابت ان المسئولية الاكبر عن هذه الجريمة تقع على عاتق الحكومة واجهزتها الامنية التي نجدها مثل الذئب المفترس امام شباب الاحتجاجات لكنها تتحول الى نعجة خانعة في مواجهة الجماعات المسلحة الكاتب يقول ان سلطات الحكومية تحاول ارهاب المتظاهرين السلميين باتهامهم انهم طرحوا الاسئلة واشهروا باصبعين الى المسئول عن اراقة دماء اكثر من ستمائة متظاهر خلال الارضعة اشهر الماضية الان نذهب وياكم الى مقالنا الخامس وجاء في مطلعه بعد مخاض عصير استغرق اكثر من شهر تمكن حسن دياب من تشكيل الحكومة الابنانية الجديدة خلفا لحكومة سعد الحريري التي استقالت على وقع انتفاضة شعبية عارمة ضد الفساد وترادل اوضاع المالية والاقتصادية انطلقت يوم السابع عشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي ولا تزال تعم مختلف المناطق اللبنانية عبرة كل الطوائف والاحزاب صحيفة الخليجة الاماراتية تقول في افتتاحيتها انه كان واضحا منذ تكليف دياب بتشكيل الحكومة انه سيواجه صعوبات في التأليف لأسباب عديدة الشارع اتخذ قراره برفض كل طبقة سياسية ويريد حكومة مستقلة وتقنية تلب طموحاته وتكون غير مرتهنة للأحزاب والطوائف وسلطة رجال المال وتستطيع انقاذ لبنان من ازمته الخانقة وتستعيد الاموال المنهوبة وتحاسب الفاسدين كما تستطيع الغاء الطائفية السياسية التي كانت ولا تزال اساس المصائب التي يعاني منها لبنان منذ استقلاله عام 43 وتسعمائة والف حتى الان وايضا وضع قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية وعلى اساس ان لبنان دائرة انتخابية واحدة ما يكفل حسن التمثيل ويخرج لبنان من شرنقة الاحزاب الطائفية تستطيع الحكومة نيل ثقة البرلمان باصوات نواب الاحزاب التي اختارتها لكن هل تستطع القيامة بمهمة الانقاذ العاجلة لوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي يشرف على الانهيار وهل تستطع اقناع الشارع الذي لا يزال يرفضها ويصر على البقاء في الساحات ويطالب بحكومة تمثله خارج الاستفافات السياسية والطائفية اسئلة صعبة والاجابة عنها اصعب لان لبنان دخل يوم السابع عشر من تشرين اول اكتوبر مرحلة جديدة يحتاج فيها الى حلول استثنائية ليس من السهل توفيرها ما دام النظام السياسي الطائفي المتمثل بالبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية هو وحده القادر على تحديد المسارات وترى الخليجة الاماراتية في افتتاحيتها نمهمة الحكومة اللبنانية الجديدة في التجارد من طائفية النظام والمبادرة الى تحقيق التغيير المنشود اي الغاء الطائفية السياسية وانجاز قانون انتخابي عصري ومحاكمة الفاسدين واسترداد المال العام او المال المنهوب ووضع سياسة اقتصادية ومالية تحمي العملة الوطنية وتحول دون اتساع رقعة الفقرة انها مهمة صعبة لا شك وحكومة منتصف الليل امام امتحان عصير وصلنا الان اياكم اعزاء المشاهدين الى المقالة الاخير وجاء في مطلعه نشرت صحيفة الانبندنت البريطانية تقريرا قالت فيه ان الجنرال خليفة حفتر وخطته لحيازة السلطة المطلقة في ليبيا اصبحت عقبة امام السلام في البلاد واشرت الصحيفة الى ان اللاعبين الدوليين والاقليميين يتحملون مسئولية الازمة المستمرة دون نهاية والتي دخلت الان عامها التاسع واصبحت بشكل واضح ومتزايد حربا بالمكالة الصحيفة قالت ان التناقض بين طموحات حفتر الواسعة والقدرات المحددة ظهر الان بصفته عقبة كاداء امام نهاية الحرب الليبية العنيفة التي تشابكت فيها مصالح الدول مشيرة الى ان النزاع يهدد بان يغمر المناطق المأهولة بالسكان ما يترك الاف المواطنين عرضة للموت او الاصابة ويخلق فيضانا من المهاجرين صوب اوروبا وتستدرك الصحيفة ان من يعرفون حفتر يقولون انه يشتري الوقت ويبني قواته ودعمه الدولي من اجل الحصول على السلطة المطلقة وتستدرك الصحيفة انه رغم سيطرته على الشرق ومناطق الجنوب التي يوصف وجوده فيها بانه غير قوي الا ان معظم سكان ليبيا يعيشون في شمال غرب البلاد بما فيها طرابوس التي يحاول السيطرة عليها ومصراتا التي كانت على خط المواجهة مع القذافي وتنوه الصحيفة الى ان حفتر يشن حربا دون توقف للسيطرة على البلاد منذ حوالي ستة عوام واستطاع اغراء عدد من القوى الاقليمية والدولية لتقديم المصادر له بوعد تحقيق نصر سريع لكن دون نتيجة وتفيد الصحيفة ان حفتر وضع شروطه لوقف الحرب التي تصل الى حد السلام منافسي في طرابوس والزام حكومة الوفاق بحل الجماعات المسلحة التي تدافع عن العاصمة امام تقدم قواته اند بندنت البريطانية ختمت مقالها بقولها انه مهما او انه مهما حدث في المستقبل ليبيا فان خليفة حفتر يعد او يعد باكثر مما يستطيع تقديمه وان مشروعه لا يمكن تحقيقه وسيؤدي الى الفوضى والى مزيد من العنس بدأت السلطات المحلية في ولاية نور ساوث ويلز جنوبية استراليا بتطبيق قانون صارم للسلوكيات التي يمكن ان تتسبب في اضرام الحرائق وشرعت بتغريم كل من يلقي اعقاب سجائر مشتعلة من سيارته بمبلغ 7539 دولارا امريكيا وذلك في اجراء نوعي للحد من الاسباب التي يمكن ان تشعل الحرائق وبحسب موقع الجزيرة نيت فان القانون الجديد يغرم ايضا ركاب القطارات الذين يرتكبون المخالفة نفسها بمبلغ 411 دولارا امريكيا وينص على مضاعفة الغرامة في حال حصول المخالفة في المواقع التي يمنع فيها اشعال النار وذكر الموقع ان السلطات في المحافظة ارتأت تشديد العقوبات على جميع المخالفات التي يرجح ان تندلع بسببها الحرائق وقال انها قررت عدم تسامح مع المخالفين بعد الحرائق الهائلة المفزعة التي اندلعت في الولاد منذ ايلول 2019 وتسببت بمقتل 28 شخصا ونفوق اكثر من مليار حيوان وحرق اكثر من 10 ملايين هكتار من الاراضي الان الى الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة